السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نواصل شرحنا لمقر مقدمة إلى التربية ونذكر بأننا قد مررنا على الفصول الأربعة أو الوحدات الأربعة الأولى من هذا المقر الوحدة الأولى كانت بعنوان المقصود بالتربية الوحدة الثانية كانت بعنوان والفصل الثاني كانت بعنوان خصائص ووظائف التربية والمقصود بالعلوم التربوية الوحدة أو الفصل الثالث كانت بعنوان الاصول التربوية التاريخية والفكرية والاشتماعي وثقافية الوحدة الرابعة والفصل الرابع الركاز الأساسي للعملية التعليمية وآن الأولى كي نمر إلى الوحدة الخامسة أو الفصل الخامس بعنوان المؤسسات التربوية أهداف هذه الوحدة وعناصرها لأن العناصر هذه هي التي يمكن اعتبارها أيضاً شرحها هو الهدف أول هذه العناصر ما المقصود بمصطلح المؤسسات التربوية وأهميتها ثم ثاني هذه العناصر التي ينبغي أن نمر إليها بالشرح أو نأتي عليها بالشرح هي طبيعة المؤسسات التربوية وأهميتها ثم الأسرة ووظائفها التربوية ثم بعد ذلك رابعاً المؤسسات التعليمية ووظائفها التربوية ثم خامساً المؤسسات الدينية والخيرية ووظائفها التربوية ثم سادساً جماعات الأقران والرفاق ووظائفها التربوية فسابعاً مؤسسات الإعلام والاتصال ووظائفها التربوية ثم ثامنا المؤسسات الثقافية ووظائفها التربوية تاسعا المؤسسات الترويحية أو الترفيهية ووظائفها التربوية عاشرا المؤسسات الوظيفية ووظائفها التربوية والحادي عشر هو العنصر الحادي عشر المؤسسات الأمنية ووظائفها التربوية إذن لو استوفينا بالشرح هذه الـ 11 عنصر أو نكون قد حققنا 11 هدفا وبالتالي استوفينا متطلبات هذا الفصل أو هذه الوحدة التي هي أذكر بعنوان المؤسسات التربوي نبدأ أولا بتعريف المؤسسات التربوي ما المقصود بالمؤسسات التربوي لنتخيل أن هذا سؤال في الاختبار ما المقصود بالمؤسسات التربوي قبل أن نمر إلى ذكر أنواع هذه المؤسسات علينا تعريف المقصود بالمؤسسات التربوية في الواقع دكتور سالح بن علي أبو هراد يعرف المؤسسات التربوية كالتالي فيقول هي الأوساط جمع وسط أو التنظيمات جمع تنظيم الاجتماعية التي تسعى المجتمعات لإيجادها لغرض تربية أفرادها وتحقيق حياة أفضل لهم تبعا لظروف المكان والزمان وحتى تتولى تلك الأوساط تنظيم العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع فيتم من خلالها نقل من خلالها لها هنا تعود على تلك التنظيمات والأوساط نقل الأفكار والثقافات وتطوير المعارف والحضرات ومن ثم تحقيق الأهداف والغايات التربوية ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن المؤسسة أو المؤسسات هي من فعل أسسة وفعل أسسة هو مرادف لعبارة أوجد أو أحدث أو شيد أو بنى فإذن المقصود هو إحداث شيء لم يكن سابقا فهذا هو المقصود بالتأسيس بفعل التأسيس أما المؤسسة فهي منظمة شكل من أشكال التنظيم التي يحدثها المجتمع لغاية كما رأينا تحقيق جملة من الأهداف هذه الأهداف من يحددها؟ يحددها المجتمع فبالتالي المؤسسات هي أدوات اجتماعية لتحقيق أهداف الاجتماعي ولهذا السبب يقدم لها التوصالح تعريفا مختصرا فيقول المؤسسة التربوية بالاختصار هي الأماكن والبيئات التي تتم فيها تربية الإنسان بطريقة إما مباشرة أو غير مباشرة تبعا لاختلاف مراحله العمورية وظروفه الحياتي هذا هو التعريف الأكثر اختصارا للمؤسسات التربوية وهو تعريف واضح ودقيق أماكن يتم فيها تربية الإنسان بطريقة مباشرة أي بطريقة مقصودة أو بطريقة غير مباشرة لأن التعلم أو انتقال الخبرة من فرد إلى فرد أو تعديل السلوك قد لا يتم دائما بطريقة قصدية أو بطريقة مصممة أو بطريقة منظمة قبلا قد يتم بطريقة غير مباشرة في إطار أي فعل اجتماعي حتى ولو يكون الفعل الاجتماعي ذلك ليس إطارا مبرمجا كدرس تعليمي ولكن يتم تناقل خبرات وتناقل عادات تقاليد وتناقل لغة وتناقل أفكار تربوية فتكون العملية بشكل غير مباشر إذن هذا هو المقصود بالمؤسسات التربوية